تنعقد في العاصمة المغربية رباط دورة الخامسة لللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية وهي اللجنة التي أسسها البلدان بموجب اتفاقية وقعت بينهما في المغرب عام 1996 ويترأس عمال الدورة الحالية رئيس الوزراء المغربي عبدالله بن كيران ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة الثاني ويشارك الجانب القطري بوفد وزري كبير يضم مزراء الخارجية والمالية والاقتصاد والتجارة والأوقاف والشؤون الدينية والشباب والرياضة يأتي هذا الاجتماع المغربي القطري عشية التئام مجلس وزراء الداخلية العرب الأربعاء في مدينة مراكش وسط المغرب